إشكالياتنا بعد انفجار الأزمة في المعالجة أو السردية اللي النظام الغربي أو الإعلام الغربي صورها للأزمة وأدت إلى كل هذه التدعيات المسبوكة وفقاً لفهمنا لمفهوم الحرب البردة اللي احنا اتكلمنا عليه أنك انت عندك كتلة تشكلت مرة واحدة داعمة بقوة إلى مالة نهاية لدولة الكيان الإسرائيلي في المقابل بدأت الاعتداءات الغشيمة على الشعب الفلسطيني وبدأت تتردد الشائعات وده أمر في منتهى الخطورة لأنه طال الأمن القومي المصري مباشرة ده ما تتحدثي عن شائعات تمس أن الدولة مصرية أخبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمعلومات عن غزة أو عن حركة حماس ونياتها في هذا العدوان لما يبدو يرددوا أقويل عن أن هم هذه الحرب ويرددوا نداءات ثم يتراجعوا عنها تحت الضغط المصري علشان كده المصريين يجب أن يكونوا عارفين قيمة دولتهم وأن أولادهم قوية ولديها الأدوات الدبلوماسية والأمنية القادرة على الضغط في التوقيت المناسب لكن القوة يعني يحميها الرجد طبعا يحميها الرجد وتحميها أدواتك التي تجيد استخدامها في التوقيتات الحسنة ليه؟ لأنه هو فخامة الرئيس لخصها كل ذلك في النهاية أن الهدف النهاية دي هو وقت هذه القضية صحيح اللي هي كانت من أهداف اضطرابات 2011 أن لا تبقى قوة على الأرض تستطيع الدفاع عن القضية الأم كل الأطراف عارف عددك كنازمين تقول دول مواجهة دول الطوق الأول مصر سوريا العراق ماذا كده؟ مين اللي متبقل فيهم؟ كيف يستطيع التصدي؟ كيف يستطيع التصدي؟ الرسالة جات النهاردة الرسالة جات النهاردة من أن لدينا جيشا يولد أجيالا بعد أجيال تملكت قدرتها ومهارتها واستطاعت تتعامل مع كل المقدرات الحديثة وطوعاتها لإرادتها وده رسالة العرض اللي تم النهاردة واللي تم في كلية الشرطة كل التحنيئة لأبناء في كلية الشرطة وفي الكلية الحربية خروج أجيال جديدة تستطيع أن تحمل الأمانة وتكمل الرسالة وهو ده الأمل الأمل في ولادنا دول اللي لديهم عقيدة الدفاع بشرف وهم متأكدين أنهم يحملوا بداخلهم رسالة سلام قوي نحن صنعنا سلام الأقوياء ومازلنا قادرين على حمايته هذا هو ملخص المشهد اللي توسطته مجموعة من الرسائل المهمة إن مصر لن تسمح باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني على هذا النحو وإن مصر تناشد العالم اللي اطلع بمسؤولياته لعكس الممرات التي يرغبون في فتحها لأحنا عايزين نفتح ممرات علشان نقدر نوصل المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية والمساعدات العلاجية اللازمة لمن تضرر من الشعب الفلسطيني المدني ولازم نتفهم أن الدولة المصرية وهي حريصة على ذلك فتحت مطار العريش لاستقبال كل من يرغب من دول العالم المحبة للسلام من أجل توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني لكي يستطيع أن يقوم بمهامه لحماية مقدراته لشعبه المدني الرسالة الهمة أن مصر دولة سلام وعلى الجميع احترام ذلك أن مصر دولة رشيدة تحسن استخدام أدواتها أن مصر تملك قرارها وأنه لا يمكن لأحد أن يفرض على مصر إرادتها لأننا امتلكنا حرية هذا القرار أن نجاح هذا الوطن في تحقيق الإنجاز تلو والآخر منذ عام 2014 حتى الآن يتم برعاية الله في المقام الأول ثم بإرادة شعب له كل التقدير والاحترام من كل من يدرك قيمة هذا الشعب ورسالة مناجدة وجهها فخامة الرئيس ألا يقعوا في فخ الشائعات التي تستهدف الإشعاعتين اللي احنا قلناهم أو الشائعتين اللي احنا تحدثنا وإغلاق المعبر وما إلى غير جانب كل ده يستهدف بث الفرقة ودق إسفين في درجة الثقة ما بين الشعب وما بين قيادته وهي أمور لن تتحق